استوديو مجاني اهلا بكم الميكسر او السوفتوير بتاع خلط الاصوات وخلط التراكات دا عماد اي استوديو اي استوديو بتلاقيه في الماضي او في الحاضر اشهر جهاز بيبقى موجود جوا الستوديو حاجة اسمها الميكسر الميكسر او الخلاط خلاط بنخلط الاكل لا مش الخلاط بتاع الاكل الخلاط بتاع الاصوات هو دوت اللي انا بركب عليه التراكات تراك تراك وبخلط في الاخر الخلطة الصوتية دي عشان يطلع في الاخر العمل الفني اللي انا عاوزه مع التطور في علوم الموسيقى والكلام دا كله كان زمان مفيش الكلام دا كانوا بيسجله على التراك او اتنين وخلاص وكله بيسجل فوق نفس الوقت وخلصت الموضوع لغاية ما ظهر موضوع مالتي تراك او التراكات المتعددة وبدأت تظهر بعدها الالة الميكسر او الجهاز بتاع الخلط اللي بيبقى جوا قنوات صوتية كل القناة صوت من دول داخل عليها صوت الى او صوت من الاصوات اللي انا عاوزها وفي نفس الوقت في الاخر اما اسجلهم كلهم مع بعض لو عندك ميكسر كبير وعندك فرقة كبيرة وعندك عدد كبير من الميكروفونات او المداخل بتقدر تدخلها على الميكسر دا كل ما كان عدد قنواته اكبر كل ما كان افضل طبعا وبتتحكم انك انت لو بتسجلها في نفس الوقت او بتدير حفلة على الهوى او لايف زي ما بيقولوا ومحتاج كل القنوات دي تدخل في الميكسر دوت وتقدر تزبط الميكسر دوت عشان تطلع الصوت النهائي هو دوت وظيفة الميكسر في الميكسر دوت جهاز لخلط الصوت دوت وكمان انك انت ممكن تجيب تراكات قديمة وتتركب عليه وبعدين فيه تراك جديد بيركب فهو بس اللي بيعزف هو بس اللي بيغني وانت بتدخل التراك دا على التراكات القديمة وتقدر تبني العمل الموسيقي بتاعك او العمل الفني بتاعك تقدر تبنيه مع الوقت مش شرط يكون كله في وقت واحد دي نقطة مهمة جدا زمان كان الطريقة الوحيدة انك تعمل كده قبل تطور الكمبيوترات طبعا وظهور الما يعرف بالكمبيوتر المنزلي او كمبيوتر العصر الحديث اللي احنا نعرفه دلوقتي كان زمان اللي بيحصل ان الميكسر ده بيبقى جهاز بالفعل بتشتريه بالاف الجنيهات ويمكن ملايين تشتري كل مكان متقدم جدا كل ما قدر يجيب ميكسر اكبر وفيه امكانيات اكتر وطبعا انت بتشتري جهاز الكتروني فيه اجزاء ميكانيكية بتتحرك وفيه طراب حواليك وفيه بتاع وفيه مشاكل وفيه كهرباء وفيه دوائر حاجات بتتحرق حاجات بتبوز بتضطر تغير فانت لازم عندك على طول حد مهندسين صيانة بيشتغلوا على الاجهزة ديت وكانت مكلفة جدا مش بس شراها صيانة الاجهزة ديت وكل الناس اللي اشتغلت في استوديوهات زمان ايام التمانينات والبتاع ده واجهزة التسجيل لما يكون بيسجل فعلا جهاز ميكانيكي بيدور بمطور وبتاع ويسجل الجهاز من الميكسر دوت ولازم مهندس الصيانة ده يبقى يعني بقى يعني في اي وقت تطلبه الستوديو يبقى جاهز الراجل دوت ييجي فورا لان اي ساعة بتعطلها الستوديو ده معناه ان بيخسره فلوس فلي بيحصل ان الراجل دوت بيبقى مشغول جدا الراجل المهندس الالكترونيات دوت اللي بيجي يحكب الاجهزة ديت ويجي يصحح الاخطاء اللي فيها او يعالج الاخطاء اللي فيها وياه السلام بقى لو فيه ستوديو مسلا الراجل المهندس صوت جاء له لا ما عليش انا اسف ده ده الميكسر ده انا لازم اخده عشان اه اصلح فيه بقى برحتي هناك او اركب الاجزاء اللي فيها او كزا او فيه حاجة مش هتنفع لازم يتغير له دايرة كبيرة جدا بتكلف الاف الجنات وحتاخد وقت على ما تتركب كل الستوديوهات ما كانش عندها ميكسر واحد ده كان ده ميكسر واتنين علشان احتياطي لو واحد الميكسر ده تاخد عشان يتصلح التاني يكون جاهز يركب مكانه فورا وياخد وقت طبعا على ما توصل كل التوصيلات فيه والكلام ده كله واتركبه تاني عشان يشتغل ويدور تاني عجلة الانتاج اللي كانوا بيعملوها فطبعا الكلام ده بظهور الميكسر دوت اللي هو انتا شايفه الكبير دوت بقى بيدخل دلوقتي عندك على الكمبيوتر وبقى عدد التراكات اللي فيه لا نهائي يعني انت ممكن عمليا تتركب اي عدد من التراكات عليه وحيستحمل طالما الكمبيوتر بتاعك اه التقنية بتاعته عالية وبيقدر يستعمل البروسيسور بتاعه سريع والريمات عليه كويسة والجهاز الهاردرايف نفسه سريع بيقدر يستقبل ومساحة عليه كبيرة تقدر انت تعمل عدد لا نهائي من التراكات عدد كبير جدا من التراكات تركيبات زي ما انت الصوت حيسمح الاستوديو بقى عندك لا محدود للقدرات عنده على الكمبيوتر بالاضافة كمان ان كل الاجهزة اللي كنا بنلاقيها في الراكات اللي وراء المكسر زي ما شرحنا قبل كده في فيديو مخصوص عن موضوع هتلاقي كل دي كلها موجودة نازلة دلوقتي حتى شركات تلكات بتنزلها هاردوير بتنزلها دلوقتي وشركات جديدة كمان طلعت طلع كل التكنولوجيا اللي كانوا خدوها قبل كده في الصوت وتعمل احسن منها دلوقتي للناسبة عشان تبقى سهل جدا عليك على طول مش محتاج انت الهيصة دي كلها في الستوديو دلوقتي انت محتاج اجهزة قوية من وانت كل حاجة بعد كده بتبقى عندك بتقدر تستعملها طيب اه زي ما احنا قلنا بتاعنا دوت بتاع الميكسينج دوت اهم حاجة انت بتستعملها في الستوديو اللي هيدي الخلاط بتاعك اللي بتخلط فيه كل حاجة كل مكان ده سهل انك انت تستعمله كل حاجة سهل لو تقدر واضحة جدا من شكلها لو انت استعملت واحد او تعلمت على واحد تقدر تستعمل باقيين طبعا بالسنس كده تقدر تعمله بالهلب طبعا ما بتيجي تخش على الهلب بتاع الويندوز وتشوف الفيديوهات اللي على اليوتيوب دلوقتي ميه بيستعملوه ازاي فتقدر تعرف بالزبط هما بيستعملوه بطريقة كمان بيسموه طريقة فعالة توفر لك الوقت كمان ان احنا مش بندور لان انا اعرف نستعمله هنعرف هنعرف هنقدر ندور في ونقدر نعرف ايه بالزبط دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه بس مين يوفر لي الوقت بقى انك انت تلاقي حد عمل اه فيديو تعليمي عليه مسلا او حد اللي عمل اه كتالوج عليه او خطوات تقدر تستعمله على طول بسرعة توصلك للنتيجة اللي انت عاوزها وتوفر وقتك دي اهم حاجة دلوقتي. ناس كتير بقى بتسألني احنا عاوزين نجيب السوفت وير ده والسوفت وير ده فيه شركات كتيرة بتنتجه اه عديدة جدا شركة اه كيو بايز وشركة سونار اه شركة اه شركة اه شركة اه ابل عاملة النسخة بتاعتها كل الشركات الكبيرة في العالم في كمان اه اه شركة اه ادوبي اشتريته في حاجات كتيرة اوي موجودة في السوق وفي حاجات بتتروح من من مع عشرة وعشرين اه دولار مسلا لمئات الدولارات انك انت تشتري السوفت وير دوت. طبعا كل ده بيتوقف السوفت وير ده انت عايزوا لايه? كل مكان يعني فيه تفاصيل كتيرة وتقدر تعمل بيه حاجات كتيرة كل مكان دوت يناسب الاستوديات الاكبر ويناسب الناس اللي بتعمل انتاج على مستوى كبير. والاكمية بسعره اصغر بيبقى ادي لك الامكانيات اللي انت عاوزها عشان تساكل حاجات يعني على حدود الهواء وعلى حدود الشغل يعني المعقول يعني جميلة جدا فيش اي مشاكل فيها. خلي بالك لازم تفهم ان ده ميكسر فاضي زي الجهاز بتاع الميكسر دوت انت هتجيبه وتحطه في الاستوديو قطعت جنبه كده. لو ما عندكش فكر انت هتعمل بي ايه? او ما عندكش رؤية موسيقية او رؤية فنية انك هتعمل العمل الفني دوت ازاي? هتقعد جنبه كده خلاص وتصلح فيه وتقعد تفرج عليه وخلاص. لان حلة فاضية. انت بالزبط حلة فاضية. هتطبق فيها ايه هي دي المشكلة. فالسوفتوير دوت اه وظيفته ان هو عبارة عن علبة فاضية وتقدر انت تنسق فيها بقى كل اللي انت عاوزة. زي ما فيه اه بيبقى بفلوس كتيرة وبتاع بتصدف الحظ ساعات ان يجي حاجات ناس تعمل مجاني ويكون كويس جدا جدا فالناس تقبل عليه وبتاع فالناس دي تبتدي بعد كده تطور نسخة منه تبقى بقى فيها حاجات اكتر وفيها بتاع فدي بتبقى لحظة حظ كده هتلاقيها في وقت من الوقات لقي فيها كويس. من اللي انا بقول عليه دوت اللي هو كويس فعلا حاجة اسمها فده موجود للويندوز وللماك ممكن انت تنزله. وهيسجلك الصد لو عندك او هتسجلهم عليه ده جهاز ده برنامج كويس جدا فوش اي مشاكل خالص. اه في نقطة بقى ساعات بيبقى يحصل خلافات بين الشركات اللي هو ايه انا عندي انتاج وعندي شركة كزا وفيه شركة اشترت الشركة ده وبقى جزء منها بس والشركة جزء تاني من الشركة ده لسه موجود والشركة دي بتنتج جهاز مسلا او بيعمل كزا 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 فبتاخد الجزء اللي هي عاوزة بس من الشركة القديمة وتسيمي الباقي. الباقي ده نازل حق قانوني للشركة دي فيتقول لك طب انا هنزله ببلاش. هنزله ببلاش. ففيه دلوقتي انا اه بقرم جلة الكمبيوتر ميوزيك الشهر اللي فات. لقيت ان هم حطين اه اه فيه مجاني موجود وده كويس من الناس اللي خدت ان هو من احسن ده انا استعملته من خمستاشر عشرين سنة وعملت عليه شغلة حلو جدا ده كان احترافي بتشتريه بفلوس من الفلوس الغالية كمان يعني. فالصوفتوير ده انا اشتغلت عليه وكان ممتاز جدا وعملت بيه شغل اهيل جدا فجئت دلوقتي ان هو بقى ببلاشة. فانا هحط في اه النهاية الفيديو تحت الفيديو دوت في العنوان بتاعتنا والموضوع الفيديو. هحط لك اللينك بتاع الشركة بتاعت كيك ووك. منزله الكيك ووك استوديو دوت ببلاش. اه الاستوديو ده مليان اه افكتات برضو هتلاقي فيه تأسيرات صوتية وفلاتر. وبصراحة اي حد بيستعمل الويندوز. اه الاستوديو ده كافي عنده لان انا استوديو ده انا اشتريته بفلوس قبل كده يعني مش مكانش فلوس كمان قليلة. فده ده 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 اه حل ممتاز جدا وهيغنيك. ما عرفش هيفضل قديه عن نت او هيفضله عاملينه ببلاش قدي ايه? بس اعتقد ان اه يعني فرصة هيلة جدا اللي يقدر يحمله دلوقتي يحمله ويشتغل عليه ان هو مجاني مية في المية وهيبقى كمان حقك فيه اه ان هو قانوني مية في المية تستعمله في اي انتاج تجاري او اي شغل تعمله. عندك برضو البرنامج بتاع الاتنين بيكملوا بعض. البرنامج بتاع الكيك ووك ده تقدر تسجل التراكات دي عليها. بس بعد ما تخلص المنتج النهائي عشان تعمل عليه وتقدر تتحكم شوية في واحد. تقدر تستعمل ده كمان عشان لو عايز تصدر تعمل وتعمل حاجات دي كلها موجودة على الكيك ووك الاخير دلوقتي لان الجهاز البتاعي مش هيسمح ان الويندوز يشتغل عليه فاعتقد ان الناس اللي هتجرب الكيك ووك ده تقول لي هل فيه مسلا بيعمل بيعمل ولا ما بيعملش قولوا لي بس الامكانيات ايه بس هو دوت اللي انا استعملته من خمسلاشر عشرين سنة وانتاج لي حاجات كويسة ولا زال حتى الان النسخة التانية اللي اشتريته الشركة بباع باسمه سونار بس دوت النسخة الاصلية بتاعته اللي كان اسمها كيك ووك وكانت اه معروفة جدا واعتقد الناس كلها اللي اشتغلت هندسة صبت من فترة اه طويلة هيعرفوا ان البرنامج ده كويس يعني فبالتوفيق وان شاء الله كل واحد يكون عنده الميكسر اللي هو يتمنىه بعد كده فكر بقى هتعمل بالميكسر ده ايه وهتنتج فن شكله ايه يعني واشوفكم الحلقة الجاية موسيقى موسيقى موسيقى